توصل مصر جهودها ليدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح يأتي ذلك في حين استقبل مطار العريش العديد من المساعدات من كافة دول العالم لدعم أهالي قطاع غزة المزيد من المعلومات يطلعنا عليها الزميل محمد عبدالصبور مراسل التلفزيون المصري تهياتي زملائي في الاستيديو تهياتي لمشاهدة التلفزيون المصري في كل مكان وقع الأمر الجهود المصرية متنوعة ومتعددة على الصعيد الإنساني والإغاثي من جانب مصر تجاه أهل قطاع غزة فإذا بدأنا بمعبر رفح اليوم طبعا يوم أجازة عند الجانب الإسرائيلي ولكن ممر هو شاحنات الوقود بواقع أربعة شاحنات لأسولار وثلاثة للغاز كما استقبل أيضا المعبر ما يقرب من 26 جريحا ومصابا وأيضا 44 مرافقا لهم وتم توزيعهم على كافة المستشفات فيما تعلق بالمصار الجوي وهو مطار العريش نتحدث عن عمليات إنزال جوي مستمرة بشكل يومي سواء من قبل القوات المسلحة المصرية أو من جانب مصر مع الدول الشقيقة والصديقة مثل الأردن والإمارات أما فيما تعلق بالمصار البحري وهو مناء العريش البحري نتحدث عن وجود سفيلة تركية تباعة لمنظمة إفاد التركية وعلى متنها 3000 طن من المساعدات الغزائية والدوية يتم تسليمها للهلاء الأحمر المصري تمهيدا لتسليمها إلى قطاع غزة فيما تعلق بالجهود داخل قطاع غزة نتحدث عن جهود الهلاء الأحمر المصري في إرسال 40 ألف وجبة بالصفة يومية واجبات إفطار وصحور تزوجة يتم تسليمها في تمام السالسة عصرا للهلاء الأحمر الفلسطيني تمهيدا لتوزيعها على النازحين الفلسطينيين داخل الخيام سواء في رفح أو في منطقة الوسط ومنطقة جنوب غرب خان يونس كل هذا بالتزامن طبعا مع تقديم كافة المساعدات الإنسانية ووجبات الإفطار للمرافقين للجرحة والمصابين سواء داخل مدينة العريش أو مدينة نخل أو بير العب أو غيرها من مدن شمال سيناء إليكم زملائي فلسطيني